هالي افرون هاوز اتجون ازايكم اصدقائي طولة بصطف الاول الاعدادي النهاردة ان شاء الله معدنا مع اهم درس في يونيت 1 lesson 1 وهو درس حل التدريبات هنحل التدريبات النهاردة على vocabulary و grammar وقبل ما نبدأ نحلها مع بعض هحط لك سؤالين السؤالين دول هتحلهم في التعليقات وبعد كده هتتابع معايا الدرس وبعد انت رجع تشوف هل الاجابات بتاعتك كانت صح ولا غلط لو عندك اي سؤال بخصوص الانجليش او بخصوص المنهج سب لي اي سؤال انت محتاج تعرف اجابته في التعليقات وان شاء الله برد عليك هنبدأ مع بعض النهاردة يونيت 1 هنحل الاسئلة الخاصة بال vocabulary number 1 بيقول لي choose the correct answer from A B C or D your sister is your parents your sister is your parents يعني اختك هي اعلقتها بوالديك باباك وممتك يعني فاكيد هتبقى هال انكل sister brother ولا دوتا هي دوتا اللي هي الابنة ابنة الوالدين ابنة باباك وممتك اكيد دي تبقى اختك number 2 your mom and dad are your باباك وممتك هم هل grandparents ولا parents ولا great grandparents ولا great children لا هم الوالدين لهم الوالدين father and mother or mom and dad number 3 your aunt and uncle's child طفل عمك او عمتك او طفل خالك او خالتك ده بيكون your uncle ولا aunt ولا son ولا cousin بيكون your cousin اللي هو ابنة او بنت العم او العمه او الخال او الخالة question number 4 your mom or dad's brother is your your mom or dad's brother is your يبقى اخو باباك او اخو ممتك الانكل العم او الخال number 5 this is a picture my family يبقى هاخد حرف of this is a picture of my family يعني دي صورة العلتي number 6 my aunt is a she works at school بتشتغل في مدرسة بالتأكيد هتبقى teacher كلمة pilot يعني طيار وي ميكانيك ميكانيك هو chef اللي هو الشيف number 7 my mom's sister اللي هي اخت امي حتكون is my uncle aunt cousin ولا daughter حتكون طبعا aunt اللي هي خلتي the last question eight eight لم ياء and honey or my لم ياء هاني ولد وبنت ما ينفعش يبقى sisters لان السيسترز يبقى بنات الاثنين uncles لازم يبقى رجال الاثنين cousins أولاد العم ممكن طبعا ما ينفعش تبقى aunts لان برضو aunts d لازم يبقى الاثنين بنات كده شباب اروح مع بعض السؤال التاني واللي كنا سألنا منه سؤالين السؤال اللي كان بيقول my father's brother is my aunt والسؤال اللي كان بيقول female is the opposite of a خلينا نحلل اسئلة وتشوف اجاباتك كانت ايه واعمل تشيك على اجاباتك number one my father's brother is my aunt يبقى اخو بابايا حيكون aunt لا يبقى my father's sister اخت بابايا حتبقى aunt يعني عمتي number two my sister is my father and mother's son يبقى اختي بالنسبة لبابا وماما حتكون daughter او daughter اللي هي الابنة your grand mother جدتك is the grandfather of your mother or father اللي هي جدة ممتك او باباك grandfather اللي هو جد ممتك او باباك number four الفيميل is the opposite of طبعا كلمة female عكس male طبعا هي male اللي قدامي دي هي كلمة هي male بس طبعا مش هي male اللي احنا قصدنها male اللي احنا قصدنها male اللي احنا قصدنها والكلمتين دول زي ما اتفقنا قبل كده ان هما بسمين في الانجليش homophones homophones يعني كلمتين اليوم نفس الصوت بس ملهمش نفس المعنى طبعا بعدنا معا حل الجزئية الخاصة بالgrammar وركز اوي معايا ومعاك وراء وقلم وسجل اي نقطة grammar احنا متكلم عنها number one choose the correct answer choose the correct answer from a b c or d number one lena and hatim are parents هقول him ولا she ولا my ولا me انا محتاج هنا لازم احدد الاول ده نون ايه اللي بيجي قبل النون ال possessive adjective انا محتاج هنا اختار possessive adjective ال possessive adjective الوحيدة اللي موجودة عندي هنا هي my number two we have one cousin عندنا one cousin ابن عم او بنت عم اللي هي خديجة parents are my uncle and aunt ant طيب يبقى هنا الوالدين بتوع مين؟ بتوع خديجة يبقى انا عايز صفة ملكية عايدة على مين؟ على خديجة يبقى انا هاخد هنا ايه؟ her انا هنا محتاج صفة ملكية ليه؟ لان هنا ده اسم the noun parents فانا محتاج قبل الاسم possessive adjective طيب انا هنا محتاج ايه؟ اللي بيجي في قبل الجملة ممكن يكون فاعل على شرط اللي بعديه يكون فاعل بس اللي بعديه هنا نوم names are mad and dina الصح هنا ان انا عايز possessive adjective علشان تبقى قبل الناون اوكي؟ يبقى their names اساميهم are mad and dina طيب ما ينفعش ابدأ بدمير مفعول وممكن ابدأ بدمير فاعل لو بعدي الفاعل مباشرة هنشوف number four اوكي what's the boy's name يعني اسم الولد الابوسترفي اس دي ملكية اسم الولد يبقى name is مهاب هقول my name اسمي ولا your name اسمك ولا hair name لا طبعا لانه ده ولد هقول his name his name يعني اسمه مهاب this dog is very nice الكلب ده nice name is been طبعا انا عايز احط صفة ملكية خاصة بالكلب فده غير عقل فالprocessive adjective اللي خاصة ب it هتبقى its its name يعني اسمه اسم مين اسم الكلب اسم حاجة غير عقل number six we can't come on saturday يعني احنا مش هنقدر نيجي يوم استبت خلي بالك ان انا قبل ايام من اسبوع بحط حرف الجر on سجلها its father's birthday its father's birthday انا هنا محتاج صفة ملكية عيد ميلاد we can't come on saturday طبعا هنا subject pronoun عندي we فعشان كده هاخد our يبقى احنا مش هنقدر نيجي يوم السبت علشان ده عيد ميلاد مين ولدنا عيد ميلاد بابانا احنا يبقى ويح تبقى our its our father's birthday number seven this house is المنزل ده بتاع مين يبقى it belongs to us يعني ده يخص مين يخصنا نحنه يبقى انا عايز صفة ملكية عيد علينا اللي هي this house is ها انا هنا عايز ضمير ملكية يبقى ضمير ملكية بيجي في الاخر غالبا يبقى البده بتاعنا احنا معناها it belongs to us number eight Mr. Saeed teaches بيدرس مين انجليش يبقى انا هنا في الجملة دي مش محتاج صفة ملكية انا محتاج object pronoun object pronoun ضمير مفعول يبقى مستر سعيد بيدرس لمين انجليش بيدرس لنا نحنه يبقى teaches us يبقى انا مش محتاج possessive adjective انا محتاج object pronoun number nine take books علي يبقى هنا ده كلام بيخاطب فيه علي انا بخاطب فيه علي بقول له خد كتبك يا علي okay take your books يا علي تعال نروح لي number two بتقول لي read and correct the underlined words حقرة واصخح الكلمات التحت خط number one can i have a look can i have a look يعني انظر نظرة بص بص على at yours camera طبعا هنا yours غلط المفروض تبقى your camera عشان تبقى صفة ملكية number two the dog had the dog had the dog had his breakfast يعني الكلب اخذ الفطار بتاعه طبعا الفطار بتاع مين بتاع الكلب طب الكلب ده غير عاقل يبنى عيش صفة ملكية عيد على حاجة غير عاقل يبنى هاخد هنا its its breakfast the dog had it's a breakfast number three this bag belongs to hoda this bag belongs to hoda يعني الباك دي بتخص hoda فحقول its انا عايز هنا ضمير ملكية its hers my mom always wakes my up early ماما دايما بتصحيني بدري فان هنا محتاج ضمير مفعول object pronoun يبقى انا صاح ان انا اقول wakes me up early بتصحيني بدري وكده نكون هنا من تدريبات lesson 1 اتمنى يكون الدرس كان مفيد ما تنساش لو الفيديو عجبك اضغط لايك للفيديو وعمل شير مع اصدقائك وتاك على رمز الجرس وعمل سبسكرايب للقناة وتابعنا في الفيديوهات اللي جاية thank you so much for watching see you next time bye bye for now